استقبل الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيد أحمد أبو الغيت وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب حيث بحشاء الأوضاع الاقتصادية في لبنان كما استقبل أبو الغيت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش وبحشاء تطورات الوضع في ليبيا يأتي استقبال أبو الغيت لوزيري خارجية لبنان وليبيا قبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أعربت مصر عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابل وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب روسيا ولذوي ضحايا المواطنين الأفغان في الحادث وأكدت الخارجية على موقف مصر الراسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وضرورة التصدي له وتكفيف منابعه اشتركوا في القناة